ايه يا جماعة ده شايفين قصما بلاقي النتيجة من اول استخدام اتصدمت من النتيجة ما تخيلتش ان كل ده يطلع حرفيا بيشيل بلاوي السنين بيشيل كل طبقات الجلد الميتة والشعر الوبري والرؤوس السوداء والهالات السوداء اللي تحت العين والشعر الاصفر الصغير ده الاشقر اللي احنا مش بنشوفه بصراحة تنظيفه تبييد كامل معايا بقى معلقة صغيرة من القهوة القهوة هنا هتدي نظرة حلوة جدا للوجه وشد للتجعيد وطبعا ممكن تستغني عنها مفيش اي مشكلة ومعلقة ونص صغيرة من الجلتين الجلتين ده بيبقى عند اي عطار ولازم تخلطي الجلتين مع القهوة كويس جدا عشان كده يشد معاك زي ما شفتي في اول الفيديو يعني ما تحطش كل المكونات فوق بعد وتقولي بقى خلاص كده لأ طبعا لازم كده تخلطيهم كويس جدا مع بعض وهضيف معلقتين كبار من اللبن اللبن هنا دافي معايا وطبعا ممكن تستبدلي بمية مفيش اي مشكلة خالص هنا الاساسي معانا الجلتين والمية يعني ممكن تستغني عن القهوة واللبن وهضيف اخر حاجة معلقة كبيرة من المية الدفية يعني لو مش هتستخدمي اللبن هتضيفي 3 معالق كبار من المية الدفية تمام كده وهتقلبي بقى كويس جدا وهو ده بقى القوام اللي احنا عاوزين وهتبدأي بقى توزعي كويس جدا كده على بشرتك وطبعا اهم حاجة تبعدي تماما عن الحواجب والقورة عشان طبعا لما المسك ينشف معاك هيشد بقى الشعر ومش هتقدر تتحملي واللي في الطبق ده اللي هستخدمه على بشرتك وهوريكو برضو النتيجة في الآخر وهسيبه بقى المدة نص ساعة لحد ما ينشف معايا تماما كده بعد ما نشف معايا شايفين بقى بيبقى شكله عامل ازاي طبعا بقى بتبدأي تشديه بتحس بشوية قلم بس بصراحة جربيه ومش هتندمي على ضمنتي احلى مسك ممكن تعمليه لبشرتك مش هتحتاجت روحي بقى لسالونات التجميل وداعا لجلسات التنظيف حرفيا انا اتصدمت من النتيجة اكثر بالله ما توقعتش ان كل ده يطلع من وشي شايفين بقى فرق بتاع ايدي كمان وده بقى اللي كان على بشرتك شايفين بقى عامل ازاي شل كل طبقات الجلد الميتة والشعر الوبري كده الصغير الاصفر كده الاشقر اللي احنا مش بنشوفه وطبعا بيشيل الهالات الصدى اللي تحت العين وهيعجبك جدا وهتدعيلي علي يدي نظارة وتبيض ونعومة حلوة جدا للبشرة ان شاء الله هتجربي وهيعجبك جدا واتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو حبابا اعرف بتتابعيني من اني بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يدعي